منذ توليه عرش أسلافه المناعمين سنة 1961 تحمل جلالة الملك الراحل حسن تاني طيب الله تراه عبء المسؤولية إلى أن أسلم الروح إلى بارئها سنة 1999 فكان مصاره مصارا حفلا بالعطاء وبالإنجازات الكبرى التي يفتخر بها المغرب والمغاربة تحقيق الوحدة الترابية وبناء أسس الدولة الديمقراطية ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية كلها رهانات رفع جلالة المغفور له الملك الراحل الحسن التاني فكان بحق الملك الباني الذي أرسى قاطرة المغرب على سكة الحدثة والتنمية المسيرة الخضراء من إنجازات الراحل العظمى فكانت الملحمة الخالدة لاستكمال الوحدة الترابية ومعانقة جزء غال من ترابي المغرب على الصعيد الاقتصادي كان للمغفور له الحسن التاني مبادرة عديدة كهيكلة القطاعات خاصة القطاع الفلاحي والذي أرسد عائمه من خلال السياسة الرائدة لتشهيد السدود واستصلاح الأراضي كما قام جلالته بإحداث العديد من المؤسسات والمكاتب العمومية لتدبير القطاعات الصناعية والخدماتية إقليميا ودوليا برهن الملك الراحل عن حكمته وسداد رأيه في القضايا العربية الإسلامية والدولية فكان رجل دولة وديبلوماسية يؤمن بالحوار والتعايش يدافع عن الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي أبان من خلال رئاسته للجنة القدس آنداك عن مواقفه التضامنية مع الشعب الفلسطيني لبناء دولته وعاصمته القدس الشريف انفتاح سياسي وآخر تقافي دين يبرز الملامح المتعددة لشخصية السياسية والإنسانية والتقافي الفدة وكان الملك الحسن الثاني خير سلف لخير خلف حيث تواصل المصار مع جلالة الملك محمد السادس لاستكمال البناء وفتح الأوراش الكبرى لنماء المغرب وتقدم شعبه اشتركوا في القناة